تمكن ملتقى الفن والإبداع في الفحيص بجهود القائمين عليه من إنشاء متحف تراثي في أحد بيوت المواطنين في منطقة خربة الدير حيث يوثق هذا المتحف الكثير من المقتنيات المحلية والعربية والعالمية نورسات الأردن زارت المتحف وعدت التقرير التالي عنود الصيد وسموها صبيانة الحصان لهاج الخافق بحبها واش عادي يخفيه أسرجت فوق الريح واطلقت الروح العنان وسجلت فوق نزونها يا خلق حي المغلي أحبك وشهودي الخافق وحروف البيان ونسجل فكر شتات فكارية ناجي لبحيص مسكر رب السماء عالي الشان تموت القاف وتحيادة بحيص ناحل طريق تسهم المبادرات المحلية التي تعنى بالمحافظة على المقتنيات الفنية والتراثية والتاريخية بدور كبير في إظهار تاريخ الأردن المشرف إضافة إلى تعزيز الحركة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والمثقفين لإبراز إبداعاتهم وعليه فإن متحف خربة الدير للفنون الموجود في منطقة الفحيص والعائد للفنان الأردني بسام مخامره من شأنه أن يرفع الذائق الجمالية للمهتمين ويعمل على إيجاد فضاءات وطنية وثقافية واسعة في البلاد ويقول مخامره وهو رئيس جمعية ملتقى الفن والإبداع في الإفحيص إن هذا المتحف الذي عكف على إنشائهم منذ سنوات عديدة هو عبارة عن بيت قديم تم ترميمه وتسجيله تحت اسم خربة الدير للفنون وملتقى الشعراء لافتا إلى أن هذا المتحف يضم في أجنحته مقتنيات عالمية تمثل لوحات فنية وموجودات تراثية وفخارية ونحاسية وعملات نادرة وطوابع قديمة وتحفا أثرية يصل أعمارها إلى مئات السنين ويشكل هذا المتحف بحد ذاته ركنا أساسيا في حفظ التراث والتعريف بالتاريخ الأصيل لأردننا الحبيب المتحف بدأت الفكرة عندي من عدة سنوات بس تجميع صار له أكثر من 40 سنة وأنا أجمع من المراحل القفولية وأنا أجمع بالقطع التي تعجبني من أجل أحتفظ فيها ما تصرفت فيها لحد الآن بلشت المشروع بطلب أن أعمله كمتحف لمدينة الفحيس لم أجد المكان ولم يوفر لي المكان في مدينة الفحيس قررت أنا وزوجتي نستعمل أرضنا وبيتنا لإقامة هذا المتحف والحمد لله بلأنا بتجميع المتحف الذي يشمل على أكثر من فرع في هذا المتحف عندي المتحف العالمي اللي بيشمل لوحات عالمية اللي جمعتن خلال مسيرة الفنية ومشاركتين مع فنانين عالميين من عدة دول إيطاليا عندي لوحات من أمريكيا عندي لوحات من تشيلي عندي لوحات من كاميرون نحكي على أفريقيا عندي لوحات العراقيين الرواد وهذا بتميز المتحف عندي أكثر من لوحة كانت في متاحف خارجية شريطة بالمزاد العلني عندي بعض القطع من قصر الخديوي إسماعيل في مصر لما صار بالمزاد العلني سنة الثمانية وخمسين عبارة عن لوحات لأشهر الفنانين الإيطاليين لآر رينالدي ننتقل لمرحلة الموهبة اللي مش قطعة الكبيرة اللي هي العملات يعني المتنقل اللي دائما معي في معارض والطوابع العملات والطوابع أنا عندي عملات تاريخية وعندي عملات أجمل قطعة عندي بالنسبة للأردن اللي هي العملة الطبعة الأولى من عملة الأردن 1949 تأسيس المملكة الأردن الهاشمية قبلها كانوا استعملوا الجنيه الفلسطيني وعندي قطعة من سنة 27 للعملة الفلسطينية اللي كانت استعملها الأردن قبل مملكة الأردن الهاشمية بالنسبة للطوابع بملك أكثر من 11 ألف طابع ما قبل السبعينات حرب عالمية أولى حرب عالمية ثانية وما قبل وثالث طابع في التاريخ 1862 طبع في الولايات المتحدة لكن التأسيس كان لبريطانيا وخلال احتلال بريطانيا أخذوا الماكنة معهم وبلش اتباعها في الولايات المتحدة لما اختوم بختم رئيس الولايات المتحدة بالنسبة للديان المسيحية للطوابع طبعا إلها تميز عياد الميلاد عندك مثلا بابوات الباتيكان المجموعة كاملة موجودة عندي اللي توافدوا على الباتيكان بالإضافة إلى ما ذكرت نحن بصدد تأسيس متحف وطني يشمل مقتنيات نجمحها من مدينة الفحيس ونضعها في مكان في هذا المكان إن شاء الله وأنا موجود عندي بعض القطاع وراح تكون يعني مفاجأة لأنه موجود متحف بيهمنا بمدينة الفحيس وإن شاء الله بيكون عندنا كمان احتفال لهذا المتحف افتتاح قادم بإن شاء الله بتسعة عشرة وبعدها تسعة دول رح تيجي على هذا المكان تعمل صمبوزيوم من عدة فنانين من حال عالم تسعة دول عربية ثمان دول عربية والبرازيل وإن شاء الله من قوم بالواجب من أجل الوطن كما يشتمل متحف الدير للفنون على جدارية فنية كبيرة لبلدة الفحيس القديمة استغرق العمل بها نحو خمسة عشر شهرا وسيتم عرضها قريبا في الكثير من المعارض العالمية بدأت برسم هذه الجدارية 2014 انتهت معي ب2015 تقريبا أكثر من سنة طبعا العمل فيها كان بشمل شغل بالسكين وشغل بالفرشاي أنهيت العمل فيها وانعرضت في عدة معارض وهلا بتنتقل معي إن شاء الله للولايات المتحدة وبعد إن شاء الله لدينامارك إذا تحت فرصة عن قريب رح تكون هي الأهم عندي في التنقل للشرح عن مدينتي الفحيس مدينتي الغالية الفحيس وعن قطعة من الوطن في الجدار المنيع الأردني ويؤكد الخبراء الناشطون بالعمل العام أن الفحيس وهي جزء من الأردن التاريخي والحضاري زاخرة بالكثير من المواقع الأثرية والكنائس الدينية التي ترجع إلى عهود سابقة وتدل على أن المنطقة مأخولة منذ مئات السنين ويتعين على المسؤولين برأيهم أن يحافظوا على تراث الوطن ولا يتركوه عرضة للنهب والإهمال عندما نتواجد في منطقة عابقة بالتاريخ والتراث والحضارة على مدى قرون مضت يستوقفنا المكان والزمان كيف نحافظ على هذا التراث وكيف نحافظ على التاريخ الموجود بالمنطقة اللي حالياً يتعرض إلى النهب يتعرض حجارة هذه الخربة اللي كانت تسمى بربط عمون هناك كان في هذه المنطقة مصنع للتعدين وصناعة الأسلحة كان فيها عشرين بئر وكان فيها قنوات في هذه المنطقة قنوات لجنب مياه وهذا يدل على الحركة النشطة اللي كانت متواجدة في هذه المنطقة وانطلاقاً من هذا المتحف الفني الرائع الذي يحوي تاريخ وعملات ويؤرخ لهذه المنطقة أن هذه المنطقة تكون حافلة بالأنشطة ونعيد لها الحياة من خلال المهرجان ومن خلال الفعاليات الثقافية كما يدعو كثير من مواطني الفحيص إلى مزيد من الاهتمام بالمتاحف الشخصية لما تحويه من مقتنيات أثرية وتاريخية نادرة وكذلك دعم الهوات من أبنائها وتشجيع شباب وشابات الوطن على زيارة هذه المتاحف والتعرف على موروثاتهم الأصيلة الارث اللي أخذوه من ألاف سنين من أبانا ومن أجدادنا هذا الارث اللي هو التمسك فيه يعني التمسك بالوطن لأنه إذا انسرخ الإنسان عن ثقافة وتعمل سلاحة عن وطن فبالنسبة إنه كمتحف اللي هو متحف خربة الدير للفنون وديوان رباح أنا يعني بشجع الشباب إنهم حتى وزارة التربية بعمل دورات أو بعمل زيارات ميدانية من قبل الوزارة للأطفال الصغار بداية من الطفل لأنه تركيزنا على الطفل يعني ظل يستمر بالتمسك بثقافته أنهم يعملوا زيارات ميدانية لهذا المتحف أهلا وسهلا بالجميع لأنه بالنسبة إنه هذا إحنا يعني رغم كل المعيقات قدرنا نخرج للوجود هذا المتحف نتيجة تمسكنا بالثقاف اشتركوا في القناة